عشان نفهم الالكترود بيشتغل ازاي عشان نفهم المشاكل بتحصل منه الحقيقة في عندنا يعني لازم نتخيل اللي بيحصل بالنسبة للالكترود الالكترو لايت انترفيس بيسيكي احنا نتخيل الالكترو ده برعن حاجة شكلها متالك بالشكل ده كده دايما بيبقى فيه بينه وبين الجسم فيه الالكترو لايت الالكترو لايت ده بيبقى وطبع بقى هو شكله ايه بس بيبقى الالكترو لايت بيبتدي يحصل تغير او بيبتدي يحصل ان فيه بعض الاتمز الموجودة عندي هنا على السورفز بتدي بعد كده تسيب السورفز بفعل الالكترود وتبقى تبتدي تبقى موجودة عندي في الالكترو لايت وبالعكس بقى بيحصل ان فيه الالكترونز لو انا عملت كده بيبقى فيه يعني يعني لما بتنزل هنا بتنزل كاين وبيبقى فيه هنا بايسيكي لو بتكلم على ده متال يبقى كده هينزل بيبقى فيه عندي الالكترونز موجودة هنا والالكترونز دي الحقيقة يعني بتديني هنا يعني بيبقى فيه certain potential ده ممكن بعد كده قدر اخده وقدر رئيسه وقدر هو ده اللي يجيب لي السيجنال بتاعت الحاجة اللي بتحصل فيه ناحية الpatient. بنتكلم على ان يعني بعد شوية لو انا عندي هنا فيه بين الاثنين بعد شوية بيبقى فيه بين الجانبين دول. بيبقى فيه عندي هنا متل وفيه عندي ناحية تانية بيبقى فيه الاعينز اللي موجودة عندي في ناحية التانية بتعمل حاجة بنسميها double layer. double layer دي بيبقى basically بتبقى كده حسب نوع الالكترونز بيبقى ممكن الكلام ده يبقى طاغي او ممكن يبقى يعني minimum. يعني احنا متكلم على الموضل بتاع الالكترونز بيبقى حاجة بالشك ده كده. الكاباستنزي بتعبرلي عن ال double layer انه بيبقى فيه عندي الجزء اللي هو في الالكترود الالكترولايت انترفيس بيبقى عندي هنا المتل ده بيبقى layer. والناحية التانية بالعينز اللي بتطلع دي بتبقى موجودة كلاير تانية. وفي النص بينهم بيبقى فيه pure water بيبقى basically اكينه عازل. فبالتالي بيبقى فيه اكيني فيه عندي capacitors. الكلام ده باتكلم عليه في نوع اسمه polarizable electrode بيبقى dominant. polarizable بيبقى هو ده يعني الالاقة بين الالكترود والالكترولايت بتخلي فعلاً المسافة اللي بين الالكترولايت وبين الالكترود بتبقى pure ووتر وبالتالي بتبقى عازل وبالتالي نقل السيجنل بيبقى كن يبقى السيجنل بتاعتي في capacitors. لو عندي نوع تاني بسميه non polarizable. non polarizable ده الحقيقة بيبقى basically يعني العلاقة فيه في الالكترود والالكترولايت بيخلي فيه للموفمين بتاع الالكترونز من من هنا الهنا. يعني بمعنى ما بيبقاش فيه دي بتبقى الافاكت بتاعها بيبقى minimum. وبالتالي بيبقى فيه حرية لحركة بين الالكترولايت وبين الالكترود. فبالتالي بيبقى هي مجرب بس بتبقى موجودة بين الجزء اللي فيه بيعبر يعني الجسم يعني. والجزء اللي هو المتالك اللي هو بيعبر عن الالكترود. فده الحقيقة بيبقى يعني طبعا ممكن يبقى له مزايا لان طبعا لما يكون فيه عندي نتوقع ان هو لما يكون عندي سيجنال الفريكونسي باعتها قليلة شوية. بتاعت الكاباستنس هي واحدة على جي اوميجا سي. فبالتالي يعني كل ما الفريكونسي قلت او الرابط من الصفر الانبيدنس بتاع عالية جدا جدا جدا. فطبعا زي ما احنا عارفين لما يكون بتاعت السورس بتاعتي تبقى يعني عالية. بيبقى عندي مشاكل ان انا بعد كده اكبر السيجنال او ان انا حتى احصل على السيجنال مفيدة من الاساسي يعني. فبالتالي احنا بنتكلم على الموضل الاساسي هو عبارة عن يعني resistance في non polarizable electrodes وcapacitance في polarizable electrodes. فباسيكلي هي يعني اي واحدة فيهم هتكون dominant حسب نوع الالكترود نفسه ايه. بالاضافة لكده بيبقى فيه عندي حاجة اسمعها الhalf cell potential. احنا هنا عندنا الكترود موجود في الاكترولايت. لو احنا فاكرين فكرة البطارية. البطارية كان بيبقى فيها two electrodes. من نوعين مختلفين. وباسيكي بيحصل بينهم فرق في البولتج. يعني هنا مثلا لو حطيت metal مثلا من نوع معين. اه مثلا هلاقي ان عندي اللي بيحصل ان ال potential بيبقى حاجة معينة. لو حطيت metal من نوع تاني. هنلاقي ان برضو عندنا potential بيبقى مختلف. بيبقى فيه فرق potential بين الاتنين. لما بحطت one metal بس. بيبقى فيه عندي حاجة بسميه ال half cell potential. بيبقى عندي بس ال potential اللي موجود على واحد من الالكترود. اللي هو الالكترود بس. فده الحقيقة بيختلف برضو حسب نوع الالكترود. يعني هنا نوع الالكترود نفسه. اللي موجود عندي بيحدد لي ال half cell potential ده بيساوي كم? ده ممكن يبقى حاجة بالفولت زي ما احنا شايفين هنا كده. حسب نوع الالكترود. يعني مثلا اللي هو الهي جي سي ال اللي هو السوديم اللي هو السيلفر سيلفر كلورايد الكترود بنكلم على بلاس بوينت تو تو ثري. بنكلم على الانواع الاخرى ممكن توصل اكشوري انها تبقى تقريبا one point seven plus minus one point seven. حاجة كبيرة جدا جدا جدا. طبعا كل ما صغر ال half cell potential بيخلي برضو اسهل بالنسبة لي ان انا اخد السيجنال واكبرها من غير ما يحصل لي مشكلة. لو انا عندي half cell potential كبير والسيجنال اللي انا بقسها صغيرة لما اجي بكبر السيجنال ممكن half cell potential دو تيعمل لي مشكلة ان هو يخلي بتاع السياتيوريت. فباسيكلي احنا في الايديا الالكترود عاوزين ان هو يبقى non polarizable عشان يبقى الموضل بتاعه. عاوزين ان هو يبقى half cell potential بتاعه as small as possible. وباسيكلي يعني طبعا الانواع الاخرى اللي بيبقى فيها polarizable الكترود الحقيقة دلوقتي بقى فيها مشاكل وبقت الناس تحاول ان هي تبقى عنها. فباسيكلي دي ده الاساس اللي احنا بنتكلم عليه. وغالبا الحاجة اللي هي الكترود اللي هو الهجي اي جي سي الهو الهو silver silver chloride الكترود. ده الحقيقة بيبقى ال الالكترود نفسه بيبقى السيلفر والالكترود بيبقى اللي هو silver chloride وبالتالي ده الحقيقة بيبقى من افضل انواع للناس باستعملها دلوقتي بالنسبة للالكترود.